اشتركوا في القناة ولا من أركانه ولا من واجباته ولا من سننه ولا من مستحباته ولا من آدابه بل الأصل في المرأة أن لا تتحنى هذا والأصل إذا ذهبت إلى الحج أو العمرة حتى لأن الحن زينة ولو أظهرت يديها مثلا لفتت الانتباه لفتت الانتباه فالحن ليس لها علاقة لا بحج ولا بعمرة ولا بمكة المشرفة ولا بالمدينة المنورة ليس لها علاقة أبدا وإنما هذه محدثة من المحدثات ولا يجوز للإنسان أنه ينشئ شيء من عنده ويقول هذا من دين الله وأن المرأة إذا اعتمرت لا ترجع إلا بحنة هذا غلط والدت قد أحسنت وخالتك قد أخطأت فتتنبه خالتك وتنبه النساء وللأسف الشديد نشاهد بعض البدع والمحدثات والمخالفات منها قضية الحنة التي ذكرتها الأخت رنة ويقولون إذا خلصت من العمرة تحنوا ما ترجعون إلى بلدكم إلا بعدما تضعون الحنة ومن المخالفات التي شاهدناها ما يتعلق بالرجوع القهقرة كيف الرجوع القهقرة يعني نشوف بعض المعتمرين إذا جاء يودع البيت ما يعطي ظهره يرجع إلى الخلف هذه بدعة ومحدثة ما عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من قول صاحب بعض الناس الآن يجي يقول لك يا أخي احترام للبيت يعني هل تعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحترم البيت هل تعتقد بأن الصحابة الكرام ما كانوا يحترمون البيت هل تعتقد بأن الأئمة الأربعة أبو حنيف ومالك والشافع وأحمد ما كان يحترمون البيت الآن تجي أن تقول هذا الكلام هذه بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ظهره على الكعبة يستند إلى الكعبة الصحابة كانوا يستندون إلى الكعبة فقضية هذه الآن لبعض البدع والأسف يقول لك لا يرجع إلى الخلف حتى ما يعطي الكعبة هذه بدعة هذه محدثة يجب على الناس أن يتنبهوا التعظيم البيت ليس بهذه الطريق تعظيم البيت أني أشوف هدي النبي عليه الصلاة والسلام كذلك مسألة الحنة لذكرتها الأخترنة يتنبه النساء لهذا ويتقين الله عز وجل والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر